وصل اليوم إلى مطار القاهرة ثلاثة متهمين بواقعة الاعتداء الجنسي الجماعي المعروفة باسم قضية الفيرمونت وذلك في مأمورية تابعة للانترفول المصري بعد ضبط السلطات اللبنانية لهم نهاية الشهر الماضي والمتهمون الثلاثة هم أحمد حلمي تولان وعمر حسين اسماعيل وشقيقه خالد وتم احتجازهم إلى حين عرضهم على النيابة المصرية وحتى الآن أمرت النيابة بحبس متهمين اثنين بتهمتي اختصاب بتا فيرمونت وأمرت بضبط واحضار سبع آخرين منهم الثلاثة الهاربين في لبنان وفي شق آخر في القضية أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين احتياطيا وإخلاء سبيل الثلاثة آخرين منهم بعض الشهود وتهمت تضمن التحريض على الفغور وتعاطي المقدرات وانضم إلينا من بيروت يوسف دياب كاتب صحفي المبيك معي سيد يوسف وولينا في البداية المعلومات المتوفرة عن القبض على المتهمين وهو تم دبطهم في 29 أغسطس هل كانوا محتجزين طوال الوقت دون في سجن في لبنان مساء الخير طبعا منذ أن تلقى لبنان برقية الانتربول الصادرة عن السلطات المصرية سارعت الأجهزة الأمنية إلى تقف في آثار هؤلاء وبالفعل تمكنت من توقيف الأشخاص الثلاثة الذين ذكرتهم في بداية الخبر كانوا في منطقة كسروان في جوني وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة التمييزية طبعا بناء على هذا التوقيف وعلى هذه المذكرة وجه القضاء اللبناني النأب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات وجه كتابا إلى السلطات القضائية المصرية طلب فيها إداعه نسخة عن الملف القضائي الذي يثبت تورط هؤلاء الأشخاص في عملية الاغتصاب التي حصلت في القاهرة وبالفعل قبل أيام قليلة وصل الملف القضائي المصري إلى القضاء اللبناني وجرى درس هذا الملف وبناء على المعطيات الثابتة في الملف القضائي المصري أصدر النأب العام اللبناني مذكرات توقيف وجهية بحق الأشخاص الثلاثة وكانوا محتجزون على زمة التحقيق وبناء على المعطيات الكافية لتسليم هؤلاء إلى السلطات المصرية جرى رفع توصية من قبل النأب العام اللبناني إلى الحكومة اللبنانية وبالفعل صدر مرسوم تسليمهم الموقع من وزيرة العدل اللبنانية ومن رئيس الحكومة ومن رئيس الجمهورية وبحسب المعلومات التي حصلت عليها عند الساعة الثامنة وعشر دقائق بتوقيت بيروت من هذا المساء أي قبل أربع ساعات تماما كانت طائرة مصرية تحط في مطار رفيق الحريري الدولي وجرى تسليم هؤلاء الأشخاص إلى وفد أمني مصري جرى نقلهم مباشرة إلى القاهرة سيد يوسف هل عندنا أي معلومات إذا كانوا المتهمين كانوا عايشين حياة عادية في لبنان إم تدخلوا لبنان؟ هل كانوا معهم أصرهم؟ لا هم دخلوا بشكل منفرد يعني دخلوا على طريق السياحة ولكن بحسب المعلومات كان لدى هؤلاء كمية كبيرة من الأمتعاء ومن الأموال كان لديهم ما يكفي حمولة سيارة كبيرة أو ربما نقول شاحنة صغيرة من الحقائب وهذا كان أمر لافت بالنسبة للسلطات اللبنانية بمعنى أن هؤلاء كانوا يفكرون بالإقامة بشكل دائم في لبنان هم في البداية نزلوا أو حلوا في أحد الفنادق في كسروان وكانوا في صدد إما شراء منزل أو استئجار منزل للإقامة بشكل دائم ولم يكنوا يعتقدون أن الملاحقة القضائية ستطالهم في لبنان لكن سرعان ما وصلت النشر الحمراء الصادر عن الانتربول بناء للمذكرات القضائية المصرية وسرعان ما استطاعت الأجهزة الأمنية أن تتقفى أثرهم منذ الوصول إلى مطار بيروت الدولي وأن تتعقب حركتهم إلى أن تم اكتشاف مكانهم في منطقة كسروان في شمال بيروت وتم القبض عليهم هل دعوة التعاون يحصل ما بين مصر وما بين لبنان في تسليم متهمين في هذا النوع من القضايا؟ بالتأكيد هناك اتفاقية قضائية لبنانية مصرية موقعة منذ الستينات وأنا بصفتي كوني صحافي متخصص في الشؤون القضائية عايشت الكثير من هذه المراسلات ومن التعاون القضائي بين البلدين سواء عبر استرداد مطلوبين ما بين الدولتين أو إصدار استنابات لكل من مثلا تصدر استنابة من القضاء المصري إلى القضاء اللبناني لاستجواب أحد الأشخاص سواء كان مصريا موجودا في لبنان أو كان شخصا غير مصري أو ربما لبناني ارتكب جرما على الأراضي المصرية يصار إلى استجوابه من قبل القضاء اللبناني بناء على الاستنابة المصرية وعلى الأسئلة التي يود المدعي العام المصري توجيها إلى هذا المتهم أو هذا المطلوب وتعاد الأوراق والمستندات إلى المرجع المختص وعندها يتأكد القضاء اللبناني ما إذا كان المرجعية المصرية بصدد استرداد هذا الشخص أو الاكتفاء بالتحقيق معه في لبنان ومعاقبته على الجلوب الذي يتكبه في مصر من ضمن التعاون القضائي بين البلدين هل قضية الفيرمونت وقضية الاقتصاب الجماعي المعروفة للرأي العام في لبنان وكيف يتم تعاطي معها في الأعلام اللبناني هي بالتأكيد لم تكن معروفة على نطاق واسع ولكن عندما تحدث بعض الإعلام المصري وجرى بث بعض الفيديوهات التي تقول بأن أشخاصا من الذين تورطوا في عملية الاقتصاب جرت تعرف عليهم من قبل الفتاة التي تعرضت للاعتداء كما أن بعضهم كان يظهر في هذا الفيديو وهو يعترف بطورته أو اشتراكه في العملية بالتأكيد تفاعل معها الشارع اللبناني كما تفاعل معها الإعلام اللبناني وكان يتعقب المسار القضائي منذ توقيف هؤلاء الأشخاص إلى حين تسليمهم وبالتأكيد مسألة إنسانية من هذا النوع وبهذا الحجم كانت محطة اهتمام حتى الجمعيات الإنسانية التي تعنى بشؤون المرأة وكانت مرتاحة إلى القرار القضائي اللبناني بتسليم هؤلاء إلى المرجعية القضائية المصرية بنشكرك سيد يوسف دياب كاتب صحفي